بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية معكم المهندس محمد النمرة في هذا الفيديو بدأنا نتحدث عن أعمدة نحيفة لسلندر كولومز طبعاً لو فتحنا الكود الأمريكي الإسعائي 318-11 رح ألاحظ أنه في عندي شبتر خاص بالأعمدة اللي هو شبتر عشرة يتعلق ببنود بتتعامل موضوع الحد المنمم اللي بدألزم فيه فيما يخص الكولومز يعني مثلاً لو بدأشوف أقل أبعاد طبعاً كل مهندس مفترض يفتح ينادي خصوة 157 تفتح وتقرأ وتشوف الأبعاد المطلوبة يعني أقل بعد حسب كود الأمريكي اللي هو بدأ أنزل في يندي بيحكي لي minimum size for columns are not specified to permit the use of reinforced concrete columns يعني ككود أمريكي الإسعائي 318-19 ما بيعطيني minimum طبعاً ممكن شوف كود ثاني بيعطيك أقل عرض 20 سنطة أو كود أمريكي ثاني استرشادي بيعطيك أنه أقل عرض 25 ولكنها قايد استرشادية مش إلزامية الكود الإلزامي إسعائي 318 الخاص بتصميم المقاطع بيحكي لي ما في عندك minimum تمام فالفكرة أنه هذا الكود بيصير أنت عندك فكرة على الإشتراطات بشكل عام موضوعنا على سلندر كولومز بالنسبة لأعمد النحيفة بالنسبة إحنا بالبداية بنصنفها كفشل إن فشلت بسبب المادة يعني صارت كراشنج بالخلسانة أو ييلدينج بالحديد يعني مشكلة في المادة فبنسميه عمود قصير إذا صار فيه فشل بسبب البكلينج أو الامبعاج بنسميه عمود نحيف طيب شو هو الامبعاج لو فتحنا هذا الفيديو طلع بشكل عام يكون عندي مقطع صغير وارتفاع كبير فالمقطع صغير بالنسبة لارتفاع كبير بيصير أثر عندي مقطع صغير وارتفاع كبير مقطع صغير وارتفاع كبير بشكل معايا بشكل معايا طلع الآن شو رح يصير بانبعاج العمود فلازم التأثير هذا الامبعاج المومنت الزيادة لازم أخدها بالاعتبار على أساس أنه بصير انهيار لما أخدتش الكلام هذا بالاعتبار يوجد طرق وحاجز وعلى نور فيها تمام الآن لو بدأ أفتح أنا في شابتر 6 في ند سلندر نس إفكت طالما لا نتحدث عن حافة فالكود يأتي بحكي لي والله هي عشان تدرس تأثير النحافة لو بدأت سلندر نس إفكت شغل بي برمتد تبي نيكليك دد يعني ممكن تهمل تأثير النحافة إذا تحقق عندك الشروط التالية 4 columns not placed against side sway 4 columns placed against side sway يعني بصنف للأعملة إذا كانت لا تقاوم الحركة الجانبية يعني غير مقيدة بنسميها أو sway column فبيعطيني معادلة كيف يأليه على R أقل أو يساوي 22 إذا تحققتها فممكن تهمل تأثير النحافة وإذا كان عمود مقيد تمام فبيحكي لك أنه بتشوف المعادلة كيف يأليه على R أقل أو يساوي 34 30 زائد 12 في M1 على M2 وبشكل عام لكي أليه على R لا تقل عفوا لازم تكون أقل أو يساوي 40 الرقم 40 تمام بالنسبة في تفصيل عندي second order effects structure or negligible أنه بتتم تأثير second order شو هذا الموضوع أصلا ستم تفصيله فيما بعد طب شو الرموز R U, K M1 M2 برضو سندرسهم على أساسها تكون على نوع لكن أنا عرفت أنه فيندي أعمدة سوي تمام بصير فيها إزاحة جانبية وفي أعمدة عندي بتقاوم الحركة الجانبية بتظلها مثل ما هي ما بتتحرك فهذا بنسميها أعمدة مقيدة كمان راح نشوف من الكود كيف بدأ أدرس الطابق إذا مقيد أو لا فيندي معادلات بنعرف أصلا على أساسها بقيم مثل بريست أو نط بريست طيب خلينا بالأول نشوف شو الكائل يو على R أول معامل اللي ناخده هو الر الر صفة من صفات المقطع يعني لو بدأ أشوف في التعريفات بحكي radius of gyration of statistics يعني نصف قطر القطاع الدوران نصف قطر الدوران للقطاع تمام؟ معادلته جذر the i على a ممكن أنت أصلا هذه المعادلات تفكرت بكلها منطقية يعني R له علاقة بالمقطع الموجود عندك هل عندك لما يكون عندك 20 في 50 نفسه لما يكون عندك 50 في 50 بالتأكيد لا لما بتدرس اتجاه ضعيف اللي هو الـ 20 سنت أكيد لا فالمقطع أكيد بيأثر معايا الأبعاد تحت المقطع فهذا الر صفة من صفات المقطع اللي هو بيحكي لي جذر the i بيحكي على a a هي المومت of energy a هي مساحة المقطع فعندي هاي المقطع بالشكل هذا لو بدي أدرس الـ energy باتجاه الـ x خلينا نفتح القلم من هنا باتجاه الـ x وبالتالي المومت حيصير بالشكل هذا الدوران حيصير بهذا المحور تمام؟ وبالتالي البعد اللي حيتكعب هو H حيصير عند المومت of energy بي في H تكعيب على 12 على اللي هو H في بي حيصير القيمة كم؟ 0.288 في الـ H ولو درست بالاتجاه الثاني خليت هذا البعد يتكعب تمام؟ اللي هو R و Y حوالي محور الـ Y فهذا الـ B هو حيصير القيمة 0.288 في الـ B تمام؟ طيب فهيك بيجيب الـ R بوينت 3 في H و الـ R Y بوينت 3 في B أما بالنسبة للقطاع الدائري فهو نفسه بس هنا يرشيط طبعا باي في D و 4 على 64 والـ A والـ Area اللي هو باي في D تربيه على 4 كتفصيل أكثر نبدأ أعمل نمشي هنا هاي نفس الكلام نفس الكلام اللي حكيتو أنا R X جذر الـ I على A اللي هو بوينت 2.888 في H وتقديريا ناخدها بوينت 3 H و كذلك نفس الشيء بالنسبة للـ Y فبتأخذ بسير H-B تركيب على 12 وتقديريا ناخدها بوينت 3 في الـ B أما السيركولر I لدينا هاي موجودة وهي الـ A فبالتالي الـ R X والـ R Y بوينت 2.5 لو بلافتح الـ S-I 318 19 راح أشوف أنه فعلا بدينا بتأخذ وقيمة بوينت 3 لما يكون مستطيل و كذلك بوينت 2.5 لما يكون دائرة وهي الـ R نفس ما حكينا تمام هيك أول بند أنا أخلصه